السلام عليكم مرحبا بكم في قناة ديدو ساميدي هاد نهار ان شاء الله غدي نترقول واحد الموضوع اللي يشغل الادهان ديال بزاف ديال المربين ديال الالانيب انه اسمه هو العمر اللي يقدروا نزوجوا فيهم الالانيب هاما تولدوا عندنا الصغر الالانيب وبقوا عندنا واحد شهر شهرين تلت شهور ولكن احنا ما عارفين شفوقاش غدي نزوجوهم عاود باش يقدروا يعطيونا خلفه واحد اخرى اولا في واحد الفيديو السابق احضرنا على ما يخصوش يكونوا الخوت يعني الاخوة مايتزوجوش بعضياتهم لان ما كتكونش التزوج ما كيعطيش واحد الخلفهم زيانة اما بالنسبة للعمر اللي غدي تقدرو تزوجو فيه الالانيب وهو بالنسبة للذاكر يقدر تحطوه مع الانتة الى كان عندو اربع شهر اما بالنسبة للانتة من الاحسن تخليوها تبلغ ست شهور بالنسبة للارنب الرومية شحن مواحد كيديرو ح الطريقة انهو كيمشي بالميزان بالميزان فعلا انه مني كيوصل لست شهور الارنب الرومية را كيوصل لست شهور فعلا كتكون عندو ثلاثة ثلاثة ونص كتكون في الميزان كيكون يعني بوازن انه كيكون كبير يعني صافيا ذكرها ناضج قادر انها قادر الارنب انها تولد انتو ما بغيتو تديرو تقيدو تاريخ ديالهم في واحد الورقة ولا في واحد السجل من انت تشوفو الارنب ولات عندو اربع شهور يعني اراها قادر انهو يتزوج مع الارنب ويقدر يولدها اما بالنسبة الارنب من احسن ما تعطيه واش الارنب وهي عاد صغيرة لا تتوصل لست شهور ست شهور كتكون قادرة انها تولد بواحد طريقة مزيانة انه لمشي تعطيتوها الارنب وهي صغيرة راكي كتلقا قاعد يتلقاو مشاكل كبيرة بزاف انها لا 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 الولادة دياله كتولي اولا اه ما كانت تعطيش بزاف كتولي كتعطيك اما ثلاثة مرة واحد ايميلا كانت ناضجة كتعطيك الخلفة مزيانة وبالنسبة للذكر صافيها ذكرها اربع شهور راكي يكون قادر انهو يتزوج مع الارنب ويعطيكم الخلفة مزيانة الى عجبكم الفيديو تكيوا على زر جيم وتكيوا على زر جراز كي يصلكم الجديد ان شاء الله ورمضان مبارك سعيد شكرا